بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافرة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابكون السابكون أولئك المكربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ألا ثرر موضونة متقئين عليها متقابلين يتوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولهم طير مما يشتهون وهور العين كأمثال اللؤلؤ المأنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا كيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلهم مندود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبقارا غربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وهميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الهنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون كل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لأكلون من شجر من ذكوم فمالئون منها البطون فشاربون شرب فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نذلهم يوم الدين نهن خلقناكم فلولا تصدكون أفرعيتم ما تمنون أأنتم تحلقونه أم نهن الخالكون نهن قدرنا بينكم الموت وما نهن بمسبوكين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرعيتم ما تهرثون أأنتم تذرعونه أم نهن الذارعون لو نشاء لجعلناه هطاما فظلتم تفكهون إنا لمهرمون بل نهن مهرومون أفرعيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المنزلون أم نهن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرعيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نهن المنشئون نهن جعلناها تذكرة ومتاء للمقوين فصبه باسم ربك العظيم فلا أكسب مواكي النجوم وإنه لقصم لو تعلمون عظيم إنه لكرآن كريم في كتاب مأنون لا يمصه إلى المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الهلقوم وأنتم هنا إذن تنظرون ونهن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروه وريهان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنذل من حميم وتسلية جهيم إن هذا لهو حق اليكين فصبه باسم ربك العظيم سنك الله العظيم لك من أصحاب اليمين أكبر